تهلا مع فيديو نتكلم فيه عن مسدس الريفوفر المشهور المرغوب والمعروف جدا ولي فضلوا كثير من مؤرخين وهوات تجميع مسدس البكرة هذا النوع قالوا انه احسن مسدس في تاريخ مسدسات الطحونة وهو مسدس موديل بايثان من شركة كولت طبعا معروف انه هذا هو الكولت اللي هو عبارة عن اللوغو حق الشركة الكولت طيب المسدس هذا تم تصنيعه في سنة 1955 الى سنة 2005 هو مسدس دبل اكشن طبعا نتأكد انه فارغ اول شيء ما فيه شيء طيب وممكن ان يطلق من سنجل اكشن فممكن ان نطلق من هذه الوضعية وممكن ان نطلق من هذه الوضعية طيب المسدس هذا دقيق سلس ويأتي بعدة احجام اللي هو الاربعة انش اللي هو هذا المسدس اللي في ايدي تشوفوا على الشاشة ومسدس الستة انش ومسدس الثمانية انش طبعا نتخيل مثلا لو كلنا ثمانية انش كم يكون مثلا طوله يعني بدون ان نجيب مصدرة ولا نجيب كذا هذه الورقة البيضة هذه اللي تشوفوها هي عبارة عن ثمانية انش عرض او 8.5 من المشاهير المعروفين اللي حملوا هذا المسدس اول شيء يعني ذكر انه من الشخصيات طبعا انا في امريكا حملوا الفو سبريسلي اللي هو المغني كان في وقت الستينات يعني المعروف في الراك ان رول وكذلك في البلاد العربية والدول العربية الملك حسين ملك الاردن الراحل كان يحمل هذا المسدس كان يعني بالذات عنده كان مسدسين حسب ما ذكر المؤرخ قال انه كان عنده مسدس الاربعة انش والستة انش اللي هو الاربعة انش هذا المسدس والسبتة انش اللي بيجي اكبر منه بشوي يعني يمكن بعد اثنين انش ايضا الملك خوان كارلوس اللي هو ملك اسبانيا انول السادات الملك حسن من المغرب حمل هذا المسدس الشيخ زايد حافظ الاسد الأمير فهد وكذلك ذكر انه الملك خالد حمل هذا المسدس طبعا استخدامات هذا المسدس بالنسبة للحجم حسب الحجم اللي هو الاربعة انش يستخدم مثلا من الحمل المدني مثلا حمل الشرطة في اللباس العادي ممكن يعني بيحملوه وبالنسبة للستة انش ممكن حملو من كبير رجال الشرطة المدني الشرطة باللباس الرسمي او مثلا طبعا المدني اذا يفضل انه يحمل مثلا هذا الحجم يعني يكون يعني هذا الشيء يرجاله طبعا بنسبة لي الثمانية انش لشيء استخدامه يكون كثير من المزارعين يحملو هذا المسدس لانه كبير ويمكن يحموا مثلا ابقارهم حيواناتهم يعني بواسطة المسدس لانه يكون بعيد يعني المدى في يكون ابعد طب نيجي نشوف الثمانية انش احنا مثل ما ذكرنا يعني نيجي نشوف كيف يعني مرة ثانية انا احب الساقارن يعني عندك ثمانية انش وكان عندك ستة انش طب هذا هو الاربعة فاتخيل كيف يعني يكون حجم هذه مرتين السلطانة بالنسبة لي المسدس هذا ذكر ايضا انه من احسن مسدسات الطحونة في يعني في تاريخ المسدسات وايضا ذكر انه هذا يعني قارنوا بسيارة الرولز رويس حقوا انه هذا هو الرولز رويس حق المسدسات الريبابر بالنسبة للوزن عندك يعني يعني يجي كيلو وعشر كيلو وعشرين بيجي عندك ايضا اللي هو الكبير الرصاص الكبيرة ذكرناها من قبل اللي هي طبعا كيلو وستة وثلاثين من الكيلو يعني فوق الكيلو وربع يعني اقل من الكيلو ونص مكتوب هنا على الجنب اذا شوف مكتوب 357 ماجنم CTG طب شو يعني هذه الكلمة يعني طبعا معلومة بحب ان افيدكم فيها انه الشركة سميث نوسن هي الاول ما صنعت الرصاصة او المسدس 357 ماجنم صنعوهما لما كولت شافوا نجاح هذه الشركة او هذه الرصاصات قالوا خبنا نعمل نفس الفكرة فمشان ما يكونوا معتدين على المركة المسجلة وحقوق المركة المسجلة صنعوا هذا المسدس وسموه 357 ماجنم لكن حطوا ماجنم كارتريج مش ماجنم يعني المسدس بالذات يعني سموه 357 ماجنم CTG يجي اختصارا لكارتريج لكارتريج اللي هي عبارة عن الرصاصة رصاصة الـ 357 طبعا طب ها يعني كانت زي حيلة بس يعني بدون ما يخالفوا اي قوانين وبدون ما يخالفوا اي اتفاقية 1999 قررت شركة كولت ايقاف تصنيع هذا المسدس في سنة الـ 2000 يعني عطوا الناس والتجار اشعار قبل بسنة من انهم رح يوقفوا هذا الـ انتاج هذا المسدس في سنة الـ 2000 طبعا وقفوا انتاج هذا المسدس لكن استمرت الطلبات الخاصة اللي هي custom orders مثلا special orders الطلبات الخاصة على هذا المسدس استمرت واستمرت شركة كولت بانتاج هذا المسدس يعني بحسب الطلب الى سنة الـ 2005 طبعا يعني اذا كان انا او انت محتاجين يعني بدنا نطلب مثلا قطعة او قطعتين كان هذا الشيء يلبو لكن ما كانوا ينتجوا بكثرة مثل ما يعملوا في مسدسات اخرى طبعا وهذا في سنة الـ 2005 توقف تصنيع هذا المسدس طبعا كيف ممكن تعرف المسدس اللي عندك اذا كان مصنوع في السنة هذه او في السنة هذه طبعا فيه طريقة يعني ممكن انك تشوف اذا تفتح المسدس السيلندر وتشوف هنا موجود عندك الـ serial number اللي هو رقم المسدس ورقم المسدس يكون موجود عليه ممكن تعرف منه انه هذا المسدس مصنوع في السنة معينة او سنة هذه او سنة بعدها طبعا هذا المسدس محطوط عليه حرف الـ K وحرف الـ G من الداخل فهذا مصنوع في سنة الـ 1981 يعني ما بين الـ 81 والـ 85 اعتقد فهذا هو طبعا اللي عنده مسدس مثل هذا يعطيني رقم serial number مثلا يعطيني او رقمين او ثلاث ممكن انا احكي له ماذا تم تصنيع هذا المسدس طبعا اللي عنده وقلق وكذا ممكن معارفة هذه الاشياء بسهولة حسب رقم serial number طبعا هذا المسدس يمكن انك تطلق النار فيه من يعني ممكن انك تطلق رصاصة 357 ماجنم اللي هي هذه ممكن انك تطلقها منها طبعا ممكن انك تطلق رصاصة الـ 38 special مثل ما ذكرنا في فيديو سابق طبعا لوضع هذه الاشياء ممكن انك تطلق رصاصة فيها ممكن انك تطلق الـ speed loader طبعا و speed loader ممكن انه طبعا وضعها وتلف الكطعتها بهذا الشكل طبعا طبعا مع التدريب مع التدريب هذه ممكن يعني تصير يعني احسن شيء بالنسبة له طبعا تعبئة المسدسات طبعا لتفريغ المسدس طبعا بهذا الشكل وخلاص وترميها على الأرض وهذا هذا بالنسبة لي مسدس الـ cold python يعني ان شاء الله تكون المادة عجبتكم يا ريت اذا فيه اي اسئلات تتركوها في المكان التعليقات ولا يتكون الاسئلة على هذا المسدس على اساس فيه طلبات كثيرة يعني تبعدوا الأسلحة عن التناول الأطفال ونراكم في فيديو آخر والسلام عليكم اشتركوا في القناة